اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتحه أمامكم الأبواب والنوافذ لاستقبال ملاحظاتكم اقتراحاتكم ما بقول شكاويكم ولكن أي ملاحظة تساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي وتطوير خدماتنا اللي نقدمها في هيئة الصحة بدبي فكل اللي عليكم إنكم تتواصلوا معانا على الأرقام التالية ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة طيب مثل ما عودناكم دائما ناخذكم في البداية مع يعني الجولة سريعة على أهم ما ورد في الصحف المحلية ووكالات الأنباء العالمية وطبعا مثل ما أنتو عارفين يوم الأحد ويوم الأحد يصدر ملحق البيان الصحي هذا البيان الصحي هو ملحق تعاونت في هيئة الصحة بدبي مع صحيفة البيان ويصدر يعني كل يوم أحد مع صحيفة البيان وفي عندنا موقع كذلك ضمن يعني اللينكات الموجودة لصحيفة البيان اسم البيان الصحي تقدرون تطلعون فيها على أهم الأخبار خلونا نحن نقينا اليوم مجموعة أخبار من هذا الملحق بعد كذلك أول خبر عندنا مراكز صحة دبي تحصل على ست شهادات آيزو عالمية مو في شهادة ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ست شهادات طبعا حصل 11 مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهاية الصحة بدبي على ست شهادات آيزو عالمية في ست مجالات هي إدارة الجودة الإدارة البيئية إدارة السلامة والصحة المهنية والمسؤولية المجتمعية ورضى المتعاملين وإدارة الشكاوى لتكون مراكزنا هي صاحبة هذا المستوى الرفيع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أول مركز على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على مثل هذه إشهادات بهذه الكمية جاء ذلك ليمثل ضفة قوية جديدة للمراكز الصحية التي حققت طفرة نوعية نهاية العام الماضي وبحصولها على العالمية طبعا حصلت المراكز الصحية الأولية من فترة يعني في هذه السنة على جي سي آي اللي هي الاعتماد الدولي تقريبا 11 مركز حصلوا أو 10 مراكز حصلوا على هذه الاعتمادات طبعا أنا حينيس أقرأ وشذا في عندي ضيوف في الستوديو بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع بعد الفاصل بنتكلم أكثر عن حصول المراكز على هذه الشهادات الشهادات اللي حقيقة يعني ست شهادات أجزة عالمية في ست مجالات مختلفة فكل هذه المسال ما أطرحه هنا وأنا أقرأ طبعا هم يشرون لي تي ويشرون لي تذا وهذا فيبين يعني أن في حد قاعد ينقلني فأنا ما بتفلسف وايد في هذا الخبر وخلي الموضوع هذا بعد الفاصل ما نتكلم عنه بالتفصيل الآن من الأخبار أن نجحت دبي في فرض نفسها بقوة على خارطة السياحة العلاجية أقليمية وتقدمت على دول لها باع طويل في هذا المجال مدعمة بالإمكانيات الهائلة التي تتسم بها هذه المدينة إلى جانب توفيرها مناخ استثمارية مميزة سواء من ناحية التشريعات والتسهيلات فضلا عن البن التحديل للمستشفات ومراكز الصحية والأسعار العلاجية المنافسة وإتاحتها الفرص الاستثمارية الكاملة للمؤسسات والمنشآت الصحية الخاصة للمشاركة في تعزيز وجهة دبي كرائدة في السياحة العلاجية طبعا هذا تحت عنوان دبي تقود قاطرة السياحة العلاجية إقليميا الدكتورة ليلى المرزوقي مدير ردات التنظيم الصحي في صحة دبي أكدت أن استراتيجية السياحة العلاجية التي تتبناها إمارة دبي تهدف أو تهدف إلى تعزيز الموقع التنافسي للإمارة التي تحتل المركز الأول إقليميا وضمن أعلى عشرة وجهات عالمية للسياحة العلاجية إن شاء الله عاد المركز الأول يا رب طيب من خلال جذب المزيد من طالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم وتضيف تمتاز دبي بقائمة من أهم العلاجات وتتصدر هذه القائمة جراحة العظام علاجات أمراض الإخصاب باستخدام تقنيات المساعدة على الإنجاب إضافة إلى العلاجات والجراحات التجميلية وضافت المرزوقي بأن معظم السياح يبحثون دائما عن كل المعلومات المتعلقة بالسياحة العلاجية فقد قامت الهيئة بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بتجربة دبي الصحية وهو www.dxh.ae وأيضا أطلق التطبيق DXH الذكي المتوفر الآن على تطبيقات الأندرويد وأبل وذلك لتوفير المعلومات المتكاملة عن الرعاية الصحية العالمية والعالية للجودة والتي تشرف عليها هيئة الصحية إضافة إلى الباقات العلاجية المفصلة التي يقدمها أعضاء نادي السياحة العلاجية والذي يضم أكثر من 30 مستشفى من القطاع الخاص بهدف جذب السائح العلاجي طبعا مبانا اللي كحيت عموما اللي بيتنفسوا يا أيها مفضحة أنا على هو كيفكم يعني دايما أقول الضيوف يقعدون برا عليما أخلص لكن عندي ذكرتني طبعا أبحرفكم على ضيوف اللي في السوديو عقبل فاصل بس الله يذكرها بالخير وفا عايش أدخلها للسوديو عندي وطبعا ما تتم كحها ما تتم هذا وهي ما تكح اللي يسمونها لازم لازم تكح فالحين بعد ضيفنا الجميل بعرفكم عليه بعد الفاصل عموما أمريكا تحضر الصابون ما بتحضر تحضر أو تحضر تحضر الصابون المضاد للبكتيريا حضر مكتب إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية الـ FDA بيع الصابون المضاد للبكتيريا ومواد الاستحمام الخاصة بالجسم نظرا لاحتوائها على مكونات غير آمنة للاستخدام على المدى الطويل ويدور الحديث هنا حول 19 نوعا من المواد من بينها المواد المعروفة بأنها مضادة للبكتيريا كالتريكلوسان وتريكلو كربان واقتصر الحضر مبدئيا على الصابون وبعض المواد الاستحمام وبقية المواد اللازمة للتعقيم والمناديل المضادة للجراتيم خارج قائمة الحضر وقالت مديرة مركز تقييم الدواء والأبحاث الأمريكي جانيت وود كوك يعتقد العديد من المشترين أن الصابون المضاد للبكتيريا أكثر فعالية في التعامل مع انتشهر البكتيريا من الصابون العادي والماء ولكن لم يتم تلقي أي أدلة علمية حول هذا الموضوع حتى أن بعض هذه المواد في الواقع قد تكون ضارة للجسم فيصل خلنا نسوي متابعة على هذا الخبر خلنا نشوف منه ممكن نصديف من الهيئة يعطينا بعض المعلومات عن هذا الخبر وهل بالفعل يعني الصابون المضاد للبكتيريا هو غير جيد للاستخدام غير آمن على المدى الطويل مثل ما تذكر الدراسة خلنا نشوف عموما مستمعينا أنا بعد الفاصل عندي تقريبا أربع ضيوف في الستوديو بخبركم نحن اليوم محتفلين في عرس في الهيئة عرسنا اليوم بفوز المراكز الصحية اللي حصلت على ستة شهادات آيزو عالمية التفاصيل حول هذا الموضوع بعد الفاصل فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا فاصل إن شاء الله وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي مستمعينا قبل الفاصل يعني تحدثت أنا عن حصول أحد عشر مركز من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الصحة بدبي على ستة شهادات آيزو في ستة مجالات هي إدارة الجودة الإدارة البيئية إدارة السلامة والصحة المهنية والمسؤولية المجتمعية ورضا المتعاملين وإدارة الشكاوى طبعا هذه المجالات كلها كان هناك يعني فريق يعمل بجدوى إخلاص وكان يعني حتى اللي أنا شفته يعني هذا الولاء العالي جدا للهيئة أو للمكان اللي يشتغلون فيه ساهم في تحقيق مثل هذا الإنجاز عموما في الستوديو معايا سمعت أنت حد يكح حد يأشر لي طبعا ما سمعت حد يأشر لي حد يشوف في مداخلة طيب أخلص بستقديم الضيوف وناخذ المداخلة معايا دكتورة ضحاء العواضي مدير مكتب الجودة والتميز بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هذه الصحة في دبي معايا السيد جاسم محمد العلي رئيس مكتب الشؤون الإدارية قطاع الرعاية الصحية الأولية أيضا في الستوديو معانا الاستاذة مونة الماس رئيس مكتب الاتصال وعلاقات العملاء بقطاع الرعاية الصحية الأولية والدكتورة عايشة البسطينة مدير مركز ند الحمر صبحكم والله بالخير جميعا ان تسمحوا لي بس اخذ هذه المداخلة وبعدها ما نستأنف الحوار عندنا تفضل من معاي منو الو الو سلام عليكم يا هلا كيف حالك يا هلا تفضل يا سيدي بس سؤال انا بسمع من برنامج دايما وكان في حلقة قبل كانوا بيحكوا عنا عن التأمين الصحي في دوباي وانه اي شخص اقامته في دوباي لازم يعمل تأمين صحي للعالمين فالشخص اللي طلع قال انه في تأمين بيبدأ من 700 درهم وخصوصية رواتبهم قليلة وهيك فانا فطت على موقع الوزارة مثل مقال واخدت اسماء الشركات واتصلت عليهم وانا رد ب4000 يعني بدوباي فاتصلت عليهم عن لا واحد يعطيني 2500 للزوجة يعني وللزوجة الصغيرة طيب انا ما تعرفت على اسمك ابو بكر علي ابو بكر ابو بكر انا اليوم مش موضوع التأمين لكن انا بعطيك بس فكرة سريعة عن الموضوع ما ليش اسمعني ابو بكر انا عرفت الموضوع موضوع الزوجة التأمين للزوجة تحدث عننا الدكتور حيدر اليوسف في هذا الموضوع وتحدث عننا بالتفصيل وقال ليش التأمين اغلى للزوجة وشو الاسباب اللي 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 تخلي التأمين كذا بهذا المبلغ حتى ذكر يعني انا تندرت قلت له يعني اه يستاهلون الحريم انه واحد يدفع فيهم عرفت فكانت كانت الفكرة بهذا الشكل لكن ابو بكر انت التأمين المفروض ان جهة العمل اللي انت تشتغل فيها هي تأملك لا لا خليها على الهوة لا تفصل انزيل هي اللي تأملك التأمين اللي انت تحتاجه بس بالنسبة للزوجة اعتقد من صوبك انت عموما ابو بكر انا شو اللي بسوي بالضبط باخذ مداخلتك بوصلها عند الجماعة المعنيين انزيل في ادارة التمويل الصحي معاي ابو بكر ايو ايو فيصل تاخذ رقمة بس تخلي عندك انزيل وبخليهم يشرحولك وانت خبرهم اللي عندك من من الالف لليا انا عارف الفكرة مسألة التأمين تبع الزوجة فيها شوية ان الواحد يقول انه غالي وما غالي لكن هناك بعض الاشياء يعني حتى الدكتور اتذكر يعني ضرب مثال قال يعني الواحد يوم بيصير يأمن سيارة معاي ابو بكر ايو ايه سارت يأمن سيارة قال يعني فيه سيارة موجودة هناك اذا السيارة مدعومة زين التأمين ما يرضى انه يأمنها او التصليح هذا وين وين الدعمة ما ما رح يأمن لك اياها نزيل وقال الحرمة اذا كانت حامل قلت له يعني الحرمة مثل السيارة مدعومة قال محمود لا توديني في اداهي انا ما قلت هذا الكلام نزيل لكن الفكرة وين الفكرة ان الحرمة وهي حامل هناك احتمالية معينة للدخول الى شسم الى المستشفى بمصاريف معينة عرفت كيف ابو بكر فهذه المصاريف شركة التأمين تبغي تأمنها لها وهذا من حقها يعني نحسبها بهذا الشكل بالفعل يعني من حقها عشان تي هما اصلاع عاطينك ستة شهور بعد كذلك للحرمة في فترة اختباره وشي معين اساس انه يمشوا معاك في التأمين بشكل كامل كل هاي لسه سارة انا خذت تقريبة خمس دقاق سامح انه ما خليتك تتكلم بس لانه حبيت اوضح هاي النقطة على حسب المعلومات اللي عندي وبخليهم بتواصلون معاك من ادارة التأمين شو رأيك ان شاء الله راضي شكرا 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 يا ابو بكر شكرا حبيبي انا برجع لموضوع حلقتنا وايد اسف دكاتر انا توقعت الموضوع يخص المراكز الصحية لكن نرجع لهذا الموضوع بابتدي مع الدكتور رضح دكتور خبرين يعني انتي والعروس كنت زي الله يسلم نبغي نعرف شو اللي صار شو اللي سويتو بالضب بشكل عام يعني قولي دي شو الموضوع بداية انا صراحة توجه بالشكر الجزيل لحضرتك استاذ محمود العلي على البرنامج الموفق واهني صراحة دولة الامارات ودبي خصوصا بالحمد لله بتبوئنا مراكز عالمية على الصعيد العالمي وهذا وفقا طبعا للمؤشرات التنافسية للرعاية الصحية شكرا صراحة شيوخنا الكرام حفظهم الله الصراحة اللي رسموا رؤى واضحة واستراتيجيات واضحة للقطاع الصحي سواء كان في إمارة دبي وفق خطة دبي عشرين واحد وعشرين وحتى رؤية الإمارات واللجندة الوطنية على مستوى الإمارات الحمد لله تتابعا للدعم المستمر من القيادة العلودية لهيئة الصحة بدبي استطعنا في فترة وجيزة بعد تحقيقنا العالمي كوننا أول شبكة مراكز صحية تحصل على الاعتماد الدولي في خلال مدة ثلاثة لأربع شهور استطعنا الحصول على أن نتبوأ مكانة عالمية أخرى على الصعيد العالمي بحصولنا على ست شهادات آيزو عالمية طبعا الحمد لله الكفاءة اللي موجودة هذا يدل يدل على الكفاءة اللي موجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية والعملين اللي تابعين لهيئة الصحة بدبي في خلال فترة وجيزة تكاثفة كل الجهود اشتغلنا بقلب واحد عساسا نحقق هذا الهدف خطط موضوع ومرسومة بدقة اشتغلنا على ست شهادات الأمر اللي مبسهل أن التدقيق فيها صعب الصراحة اشتغلنا على أنظمة الجودة يعني نحن ممكن نقول نحن شفافين طريقة كبيرة أن نقول للمدقيقين تعالوا دققوا على أنظمتنا كلها اللي تخص إدارة الجودة إدارة البيئة الصحة والسلامة المهنية اللي تخص بعد رضا المتعاملين المسؤولية المجتمعية وإدارة الشكاوة على طار الرضا المتعاملين أنا بغيت أتكلم مع أختي سادة مونة الماس رئيس مكتب الاتصال وعلاقات العملاء يعني الحين ما أدري إذا توافقوني الرأي ولا لا بس هذا اللي أنا أسمعه من الناس يقولون أن المراكز الصحية لما ييت وحطيتون لنا مثلا هذا نظام الكيو قاموا يعطلون أن نحن بدل ما ندش على الدكتور قبل بشكل أسهل حين يصعبتون الموضوع حين تقولي نظام آيزو يعني في كم ستيج أنا لازم أمر عليه وكذا فهل هذا الموضوع اللي أنتوا سويتوه الحين على أساس أن نحن ناخل مثلا هذه الشهادات أثر على رضا العملاء ولا هو يعني عطل الوقت العميل قام يأخذ وقت أكثر ما أدري منا شو رهيت بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للنظام الكيو سيستم أو نظام الأدوار بالعكس هذا النظام نحن أوجدناه في القطاع الرعي الصحي الأولية لتنظيم دخول المريض على الطبيب يمكن في البداية أي شيء تبدأ في بداية الأمر يكون صعب شيء وترتيب يكون صعب بس نأمل إن شاء الله خلال الأيام الياية بيلحظون أنه في فرق في الوقت في تنظيمهم لدخولهم على الطبيب صحيح يعني أتذكر أنا حتى كذلك مجموعة ملاحظات وشكاوك نتكلم عنه يا جماعة الخير أن الواحد أول ما يبتدي أي شيء بطبيعة الحالة النظام أنت محتاج أن يديك تأخذ عليها يعني السيستم يمشي بس العجلة شوية الدور عقب تحصلونها تمشي بسهولة وبسلاسة يعني مثل واحد توا بيسوي خبز أول مرة ساير يسوي خبز ما بهو عقب سنة وتشوف أتي ويلفه فوق ويفره ويرده يعني بيأخذ المهارة بعدين عموما هني طبعا أنا بمشي عادة من اليمين لليس أسمح لي جاسم نزيل بمشي مع الدكتورة عايشة البسطي مدير مركز ند الحمر نحن احتفلنا يوم الخميس كانت هناك زيارة جميلة جدا من معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي وأيضا نطلع على الأمور اللي قاعدة تصير هناك وجدا كان داعم وجدا كان مستانس على هذا الإنجاز فأبغي أعرف شو دوركم كان في ند الحمر بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم كنا فخر بالإنجاز اللي حققناه خلال الفترة اللي طافت خلال هذي السنة من الجي سي آي اي لين شهادات الآيزو وكنا فخر أنه نحن القطاع الرعاية الصحية الأولية يحصل على هالجوائز مقارنة بالمنطقة اللي حوالينا طبعا كان دولنا في ند الحمر بما أنه واحدة من العيادات اللي دخلت في الآيزو أولا تطبيق كل معايير الآيزو عندنا في العيادة وفي القطاع الصحي ككل ثاني شيء تدريب موظفينا على المعايير هذي كلها إضافة إلى تدريباتهم السابقة بس شددنا على تدريبهم أيضا على هالشيء طبعا زاد الأمر فخر أول ما يونه نفس الشيء كان في التغييم ما شاء الله مستوى التدريب مستوى الموظفين مستوى الجودة عنه ما شاء الله يعني كان مستوى رائع وممتاز وطبعا مكتب الجودة ما قصروا ودعمهم المستمر أن متابعتهم للتدريب أن متابعتهم خلال فترة تطبيقنا لهالمعايير النقاط اللي يوصلون إياها بطريقة إيجابية حسينا في هاي الفترة أن الفريق كله كان فريق واحد ما تقول هذي من عيادة هذا من هذا المكان لا كلنا الحمد لله كلنا كفريق واحد والحمد لله حصلنا على الآيزو وكان الاحتفال وهذا فخر أنه كان الاحتفال عندنا في عيادة ند الحمر وأبرزنا قطاع الصحة الأولية مدى تفاني في العمل مدى مستواه العالي حتى في تطبيق المعايير جميل أنا اللي ملاحظة أنه يعني عموما في قطاع الرعاية الصحية الأولية وعموما في هيئة الصحة في دبي وهناك يعني طاقة إيجابية بدأت تنتشر ما بين الموظفين بدأت نشوف أن هناك حرص كبير على تقديمه هو أفضل جاسم أنت كنت رئيس رجلة صحة وسلامة وأمن المنشآت هنا كان لكم دور كبير كذلك في الحصول على هذه الشهادات وأيضا قبل كان كذلك لكم دور بعد مهم في الحصول على الجي سي آي الآن جاسم يعني الآيزو في جانب يخص الإدارة البيئية إدارة السلام والصحة المهنية وأبغي أعرف يعني شو اللي سويتوا أنتو للحصول على هذه الشهادتين والشهادات كلها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لنا الفخر طبعا اللي شدعنا وخلانا نشتغل ونصل لنا العزم في الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الدي سي آي وفي فترة يعني يمكن مدة يمكن ثلاثة إلى أربع شهور حصنا على شهادات الآيزو إن الكل اشتغل كفريق عمل واحد بتوجيهات قائد واحد اللي صراحة نفتخر بتوجيهات اللي الدكتورة منال اللي طبعا تعتبر مدير التنفيذي للقطاع وكنا متماشين على التوجيهات هذه وكلنا عيد وحدة هذا الأصرار الحمد لله خلانا نوصل لليل الشهادات هذه وإن شاء الله نحن بعد طموحين في نيل الشهادات قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا محمود اشتغلنا كان هدفنا الأول في اللجنة توفير السلامة أنظمة السلامة اللي هي معتمدة عالميا للمراجعين سواء كانوا المراجعين اللي هم الداخلين العملاء الداخلين والخارجيين فحاولنا نوفر أنظمة السلامة بداية بدأنا بأنظمة سلامة المباني بالتعامل مع الاندسة ودراسة عمر المباني عندنا كلها في المراكز الصحيح الحمد لله ولله الحمد كلها كانت من أحسن ما يمكن والخطوة الثانية اتبعنا أنظمة السلامة من ناحية سلامة للمراجعين أثناء لقدر الله حدوث حريق كيفية إخلاء المبنى كيفية التوفير كل ساين بوردز الخاصة بتوجيهات أو خروج من المباني أماكن تجمع المراجعين فالحمد لله بالتعاون مع الدفاع المدني قدرنا نحن ندرب عشر مراكز صحية على غطة الإخلاق والحمد لله بشهادات معتمدة من الدفاع المدني الحمد لله أن كل التدريبات كانت ناجحة والله الحمد وأيضا حاولنا بعد أن نوصل لأمور إنجازات أعلى من هذه أنا بتكلم عن هذه الإنجازات بشكل مفصل أكثر وبرجع لكم ديكاترا يعني بتحدث أيضا عن وايد محاور عندي أبغي الجمهور يطلع على حجم العمل اللي صار وروح الفريق اللي كانت موجودة للحصول على هذا الإنجاز لكن بطلع فاصل وبعد الفاصل إن شاء الله ما نرجع لاستكمال الحوار اللي عنده أي مداخل أعزائي المستمعين ممكن أن يتصل على 600-55-14-14 أو عن طريق الرسائل النصية على 400-06 أتمنى المداخلات تكون تصف في إطار موضوع الحلقة فاصل وما رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة قبل الفاصل كانوا معنا في السوديو نتحدث عن حصول مراكز صحة دبي على ستة شهادات آيزو عالمية معايا الدكتورة ضحاء العوضي مدير مكتب الجودة والتمييز بقطاع الرعاية الصحية الأولية وأيضا الأستاذ جاسم حمد العلي رئيس مكتب الشؤون الإدارية والأستاذ مونة الماس رئيس مكتب الاتصال وعلاقات العملاء وأيضا معنا الدكتورة عايشة البسطينة مدير مركز ند الحمر للتواصل معنا مستمعين على أرقام 6-00-55-1414 أو عن طريق الرسال نصي على 4-006 نتمنى المداخلات تكون حتى المسجات على موضوع الحلقة اليوم دكتورة ضحة نحن خذنا جانب سريع من الجوانب اللي حصلت فيها على الشهادات ولكن يعني نتحدث اليوم عن حصول المراكز على الشهادة في المجالات الستة المميزة وهذا أكيد تعزيز لشبكة المراكز الصحية اللي تمتلكها الإمارة وأيضا في الوقت نفسه يعني هذه الشبكة تعد من أقوى الشبكات المتكاملة وفقا للاعتماد الدولي للجهود الكبيرة اللي بذلتها الهيئة في الفترة السابقة طيب الآن مع حصولنا على هذه الشهادات هناك يعني تحدي أكبر القضية مو بإني أنا حصل الشهادة زين يعني مثلها مثل الاعتماد الدول يعني ممكن حصل الاعتماد الدول لكن ممكن ينسحب من عندي صحة ألا فالآن شو هو العائد والفوائد اللي رجعت على الهيئة من خلال حصولنا على هذه الشهادات وأيضا وين رايحين نحن جدا إن شاء الله صراحة الحين نحن العائد الأول والأكبر في حصولنا على هذه الشهادات لدينا نظام واضح نتبعه في المجال الصحي نبني على أسس علمية وعالمية معتمدة يعني باشر نحن حتى لو سرنا لأي اعتمادات دولية أخرى النظام موجود فبيسهل بالجرد بتكون أسامي اعتمادات مختلفة بس النظام قوي قائم راسخ موجود في القطاع الصحي في هيئة صاحب دبي يعني ما شاء الله بجهود جميع العاملين في القطاع الرأية الصحية الأولية ما في شك التدريب المستمر اللي موجود عندهم تطبيقهم للأنظمة والمعايير هذا بيساعدنا على كل اللي يسوينا نحن الفوائد اللي حصلناها طبعا غير ما شاء الله إن رفعنا يمكن أو انهني مثلا أنفسنا في إمارة دبي بإن رفعنا ما شاء الله القطاع الصحي لمستويات عالمية وهذا وفق المؤشرات العالمية التنافسية في القطاع الصحي فيمكن استوالنا صد جميل على مستوى العالم الشيء الثاني الأنظمة موجودة واضحة تساعد العاملين في القطاع الصحي على معرفة كيف الإجراءات اللي يتخذونها وتحقق السلامة المهنية والكفاءة نرفعها لأعلى المستويات وهذا كل يساعدنا على الارتقاء بجودة الخدمات وسعاد المتعاملين والموظفين على حج السواء فما شاء الله الفوائد يمكن وايد كثر ما نذكرها كثر ما بتكون قديدة في وصف الاعتمادات وفوائدها عننا نزين أنا يعني المفهوم اللي بده يرسخ في ذهن المتعاملين مفهوم السعادة نعم نزين هذا المفهوم اللي دائما ما نحن نسعى إلى يعني إلى الوصول له بحكم توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ناب رئيس الدولة رئيس المجلس وزراء حاكم دبي بيعني تقديم الخدمات للوصول إلى مستوى سعادة المتعامل هذا الكلام اللي قلتيني يا دكتور حيني أنا بشوف هذا كلام نظري نعم زين أو يمكن هو عملي لكن ما أبغي أبغي وصلة لمستوى فهم عبود وخماص اللي وجودين عندنا في يعني للشخص العادي البسيط هذا اللي يعني الآن شو ممكن أقول له يعني نحن حصلنا ست شهادات أعيزوا طيب شو مستوى التأثير على على العميل حصولنا على هذه الشهادات كيف رح العميل يستفيد من هذا الموضوع أختمونا طبعا بما أن العملان هم محور أو هدف القطاع أن نوصل ونلبي احتياجاتهم ونوصل لرضاهم الشهادات هذه تساعدنا على أن نحافظ على المستوى اللي كنا واصلي له ونحسن بعد من هالمستوى على السنوات القادمة إن شاء الله نحن هنا في قطاع الرعاية الصحية الأولية دائما نهدف إلى متابعة عملائنا واستماع على ملاحظاتهم واقتراحاتهم من خلال متابعة شكاواهم وتلبيتها والرد عليها بأسرع وقت ممكن طبعا هذا كان لعدنا مؤشر خاص برفع نسبة شكاوا اللي يتم حلها خلال سبعة أيام عمل الحمد لله رب العالمين نحن في قطاع الرعاية الصحية الأولية وصلنا فوق الهدف الموضوع من قبل المجلس تنفيذي اللي كان 75% في عام 2015 تقريبا حققنا 85% من الهدف هذا وفي وفي الهدف وفي الهدف 2016 تخطينا الأمية بالأمية يعني الحمد لله رب العالمين كان تجاوبنا العملاء وطبعا بجهود الموجودين معنيين في قطاع الرعاية الصحية الأولية وتعاونهم ميانا وأيضا خلال سير العمل في هذا المركز يا ترى مع تحقيق مثل هذه الأنظمة أو تفعيل مثل هذه الأنظمة الخاصة بالجودة وأيضا الاعتمادات الدولية شو اللي أثر على سير العمل عندكم في المركز هل صار أبطأ أسرع هل يعني بالفعل حسيتوا بفرق قابلوا بعد بالنسبة لمركز نادي الحمر مركز نادي الحمر يخدم المجتمع خلال 24 ساعة ساعات العمل في كل شفت عنا في كل شفت عنا نكون متأكدين أن فيه على الأقل حد يكون من الإدارة عصاص قد ما نقدر نحل المشاكل أو ملاحظات المراجعين عندنا أو يكون نسميه سينير دكتورز أو يكون حد يكون موجود يخدم السيرفس بحيث أن تكون جودة تقديم الخدمة نفسها سواء كانت صباحي مساء حتى بالليل تكون نفس الجودة يعني ما مشه بنفس الأفلام حد ياك الحب في الليل وها لازم نتشوف مرات بس ما نقدر على أساس تكون نفس الجودة نفس نفس الوقت بس لا دائما خاصة بعد ما طبقنا معايير الجي سي آي اي والحين الآيزو حسينا بطريقة أننا مشينا على نظام عالمي في تحقيق الجودة في منشآتنا الصحية نفس ما ذكر الدكتورة ضحى سواء كنت في أي دولة خلاص قطاعي معترف فيه في كل الدول العالم بالعكس الجي سي آي اي والآيزو وايد حسن من الخدمات عندنا الجودة وضحت في كل خدمة نحن نأديها قبل كنا نأديها صح بس الحين بعد بطريقة أفضل عن قبل ما لعلاقة بسلفة أنه بطأ أو سرع من الخدمة بقيت ما لعلاقة بجودة اللي أنا قاعدة أبرزة في الخدمة جودة خدمتي تختلف عن أماكن كثير ووايد خاصة بعد ما طبغنا هالمعايير جميل الحين يعني في مراكز تم إحلالها تقريبا وصار فيه ضغط على مراكز معينة هذه المراكز اللي يعني أخوي جاسم يمكن عمرها الافتراضي انتهى وهذا يدخل ضمن بجال عملكم لحفظ صحة وسلامة وإمن المنشاة أوش خبرنا عن المراكز اللي تم إحلالها وأيضا شو اللي شو اللي تبقوا سوونا في الأيام اللي نحن طبعا بعد بعد تعاوننا وتوصلنا مع الهندسة مثل ما تفضلت أخوي شفنا العمر الافتراضي لهذه المباني خلاص اللي لازم تتبدل في عيادة أمسقيم كأول البداية نعم أول مراكز وتم إحلالها خلاص هدم البناية حشيته القصيص بشكل كامل يعني وبعدين بدأنا بعيادة أبو هيل والحين عيادة القصيص والحمد لله المخططات جاهزة وبدأت الحين طبعا تنبني المباني الحديثة وفق أحدث المعايير يعني العالمية إن شاء الله تعالى ونحتفل حاليا بعد في عيادة الزائبية طبعا المبنى عندنا العيادة اللي دي إن شاء الله فمشيين به الخطأ إننا نحن نخلي أمور السلامة وهي بالدرجة الأولى جميل جاسم أنا يعني أتذكر دائما أستغرب كنت في مواضيع الاعتمادات الدولية كانوا يبطلون المكيفات وانتوا بكرامة يشوفون المجاري كذلك في هذا المجال مع أن موضوع هنتكلم عن خدمة صحية شو دخلنا نحن في المجال المكيفات طبعا يشوف مجال التوصيلات هذه مهمة يعني المكيفات هذه كلها تدخل في أنظمة لا قدر الله ثناء حدوث حريق هل التوصيلات هذه موصلة بالطريقة الصحيحة ولا لا نقاء الهواء الموجود في المركز دكتات التكييف توصيل كل البيبات اللي خاصة بالأمور الصحية وبعدين نتأكد في نفس الوقت الفلاتر كلها صحية تتنظى باستمرار هذا الشيء اللي خلى التيم اللي جاء المجموع يشوف الأشياء والحمد لله كان التقرير كله الحمد لله كان يبشر بالخير وامتياز يعني قدر أقول أنا الحمد لله ما شف أي نقطة ضعفة أو أي سلبيات موجودة الحمد لله في الأماكن زي ممتاز ما حصل أو غتيحة الحمد لله الحمد لله نحن مراكزين على الأمور هاي ويد الحمد لله الحمد لله بقدر أضيفة على الأخ جاسم مثل ما شاء الله مثل ما تفضل في كل الأنظمة عنا يا هزينة وبعدين نحاول ننقل الأدوى سواء أن نحن نوصلها للمريض أو أن نأخذها من المريض ونوصلها للمريض الذي بعده يعني ننقل الأدوى ما بينهم وحتى ننقلها بعدين للمجتمع عشان شي حتى وحاطين أنظمة تهوية خاصة عنا في المراكز الصحية هاي بعد واحدة من الأشياء اللي نحاول دايما أن ننخلي المباني عنا سليمة من النحية المهنية سواء للعاملين فيها أو حتى للمتلقي الخدمة يعني عنا إن شاء الله جميل طيب دكتورة بشكل سري يعني 6 مجالات اللي حصلتوا فيها الشهادات اللي آيزو إذا مناخذها حب حب عسري يعني إدارة الجودة شو الجديد اللي الدخل عليها مع الاعتماد نعم حطينا نظام وإدارة كاملة للجودة يمكن هنا الناس ما بتحس فيك متعاملين أكثر بس كعاملين أو موظفين في القطاع أنه بحسون لأنه هو يعتمد أكثر على الدكومنت يعني نحن استحدثنا غير عن الجي سي آي اللي كانت عنا أو الوثائق اللي كانت عنا ما يقارب تقريبا الثلاثين وثيقة جديدة ونماذج جديدة لازم نستخدمها عسان نتأكد من صرامة نحن المتعاملين بيقولون بعد لا هذا الموظفين الموظفين مزيف الموظفين براي يتحلل والله هم الأساس الصراحة فهذا نتأكد أن صرامة الأنظمة اللي نتبعها إذا هي صحيحة المتعامل إن شاء الله ما بيتأثر فدائما نحن بكمة أكديم من نوعية الخدمة اللي نقدمها إدارة البيئة دكتورة إدارة البيئة الله يسلمك أننا نحن منظر البيئة بالمخلفات اللي نحن نحن نكونها في داخل البيئة نعم يعني مثلا مثل المخلفات الطبية النفايات الطبية ونحن بعدين نساهم في أن نخلي دبي خضرة وعندنا طاقة مستدامة السلامة والصحة المهنية السلامة طبعا نحن نحاول أن نحط برامج وأنظمة لسلامة المتعامل الموظفين لنا مثل اللي يسمونه بالإجليزي ergonomic trainings نقلمهم مشغال يوم يسون ساعات طويلة مثلا على المكاتب هاي واحدة من الأنظمة يعني كيف ما يتأثرون من اليلسة صحيح والله أنا متأثر من اليسة بالكرسي هذا مغيري لي يا أيمن مغيري الكرسي طهري عورني يا أخي زي هذا الدليل على الصحة والسلامة المهنية زي آه أوكي تعفين شي يقول لي يقول لي حاطينا الكرسي زي لحق اللي حاصرين على جوائز يا حلي أزاك الله خير عموما المسؤولية المجتمعية شو هي مسؤوليتنا نحن في قطاع صحي نحو المجتمع يعني شو نقدر نقدر نقدم منهم من خدمات تفوق الخدمات الصحية يعني مثل حملات التوعوية أو مثلا حملات اللي نقدم فيها تطائمات للمجتمع هاي وحدة من الأمثلة أن نقدم فيها الخدمات نحو المجتمع رضا المتعاملين وإدارة الشكاوة آه زي رضا المتعاملين إن شاء الله ما قصرت الأخت منه في كل اللي قدمتها لنا سوينا أدلة إرشادية كثيرة في هذا بما يخص هذا الموضوع أساس نرفع من رضا المتعاملين وإن شاء الله الأخت منه حتى قريبا إن شاء الله بتسوي قياس للرضا وأتوقع إن شاء الله أنه بيكون عالي إن شاء الله ما قبل المتعاملين طيب أنا باخذ كلمة أخيرة تابوني أمشي من اليمين لليسار ولا من اليمين على كيف الرجال قوامون عن نسار تفضل أيها الرجل طبعا نحن والله كنا بصراحة فخر وتوجيهات قيادتنا الرشيد وتوجيهات معالي حمية القطاع من المدير العام وتوجيهات المدير التنفيذي والحمد لله أنه ما يشير بخطة جيدة الحمد لله وقدرنا نحقق النجاحات هذه وإن شاء الله نصبه ونتعشى من الله القدير أنه تكون فيه نجاحات قادمة أكثر وأكثر وفي توسعات في المراكز الصحية إن شاء الله في تقديم الخدمات الصحية للأفضل بإذن الله شكرا لستاذ جاسم محمد العلي رئيس مكتب شمو الإدارية قطار الصحية عايشة البسط غناء ومدير مركز ند الحمر أسميت ملاحظات على مركز ند الحمر ترى ده أني يشتغل أجل أشعر شيء ملاحظات ما علم كل ما اشتغلت وأنتجت كل ما تيك الملاحظات أكثر إذا كانت الملاحظات قليلة أو ما عندك ملاحظات يعني أنت ما بقاعد تطور وتتقدم يعني أنا أتصور كفاية إن شنت تروحين عند العميل بهذه اللي بتسامع أعتقد بينس المشكلة ما أتكسر كنا فخر الحمد لله بالإنجازات اللي حققناها خلال هالسنة طبعا بالتوجيهات سعادة حميد القطامي اللي كان التواصل دائما معنا ومباشرة للعمل نشكر كل شكر دكتورة منال تريم المباشرة المباشرة المتابعة المباشرة معنا تواصلها دائما وفي كل أوقات عساسا نطور ونوصل للي وصلنا شكر خاص لدكتورة ضحى العواضي مكتب الجودة تواصلهم الدايم وملاحظاتهم الدايمة لتطوير المكان لنا وكذلك شكر للأستاذ جاسم العواضي تواصلت دائما لنا طول الوقت حسين خلال الفترة اللي طافت أننا نحن كتيم واحد كييد وحدة أكثر من أي وقت ثاني جميل أنا أخذت وقت تشتراها ضايما تسعوني لأنتي يوم أيبت حلقة كماملة ما نحطها بس عن مركز ند الحمر طيب أستاذ مونة طبعا نشكر الجميع على جهودهم ودعمهم الدائم وبالأخص معالي حميد القطامي ودكتور منال تريم وجهود الموجودين في الرعاية الصحية الأولية اللي ما قصروا وما يعني دائما كانوا على تواصل ويالمكتب وبجهودهم وصلنا اللي وصلنا له نعم أستاذ مونة الماس رئيس مكتب التصاوى علاقات العملاء قطاع الرعاية دكتور رضوحة أنت أعتقد قلت اللي عندك في عندك يبعد تبغي نزيدين أشكركم جميع نصف شكرا جزيلا خاصة قطاع الرعاية صحية شكرا جزيلا دكتور رضوحة العوضي مدير مكتب الجودة والتمييز وكل شكر لضيوفي الكرام طبعا المستمعين استهدفت هيئة الصحة بدبي الحصول على شهادات الآيزو هادي لأجل سعاد المتعاملين بخدمات ثراقية أيضا إلى جانب استمرار أعمال الأعمال التطويرية وتطبيق معايير الجودة والتمييز في الأداء الشام ومن تكامل على أسس علمية ثابتة وهذا كله يصب في مجال سعادتكم طبعا أيمن سعيد جدا أني لينا الحين أنا ما ختمت البرنامج كل الشكر لزميلة أيمن سرحيل وخرجنا اليوم والشكر اللي فيصل بن فارس وكل الشكر فريق الإعداد وهذه تحياتي محددكم محمود يوسف العلي وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي